هننتقل إلى خبر آخر بنافي الشائعات احنا دايما معاودين حضراتكم من ما يكون في بعض الأنباء أو الشائعات اللي بتنتشر بشكل سريع بتمثل المواطن بشكل مباشر لازم بنجيبها وبنفندها وبنعرضها على حضراتكم وبنعرض نفي الحكومة لها بالمعلومة وبالدليل بخصوص بقى الشائعات اللي انتشرت خلال فترة اللي فاتت واللي نفيتها الحكومة ما تم تدوله من تصميم للعملة الجديدة فئة 2 جنيه وبدأت إصدارها في أكتوبر اللي جاي الحقيقة المركز الإعلامي المجلس الوزراء تواصل مع وزارة المالية واللي أكدت أنه لم يتم تحديد أي موعد لإصدار العملة الجديدة فئة الـ 2 جنيه وضحت وقالت أنه لم يتم عرض أي تصميمات للعملة الجديدة فئة 2 جنيه حتى الآن داخل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة للمفضلة بينها لاختيار التصميم الأنسب وأن كل التصميمات المتدولة هي تصميمات مفبركة وغير صدر عن الوزارة أكدت كمان أنه هيتم الإعلان عن موعد طرح العملة الجديدة بالأسواق بشكل رسمي فور الانتهاء من تصميمها يعني أي أشكال تمنى شراء خلال فترة اللي فاتت عن عملة الـ 2 جديدة دي أشكال مفبركة ولم يتم الانتهاء من أي تصميم لها حتى الآن ترجمة نانسي قنقر